السلام عليكم الإخوان كنتمنى تكونوا بخير في هذا الفيديو سوف أحكي لكم عن فضل كثرة الاستغفار في تحقيق الأمنيات في هذا الفيديو قد نهضر على هجرة ديال أحمد بن حنبل عالم مشهور أحمد بن حنبل هاجر من أجل طلب العلم من أجل البحث عن الأحاديث حيث كان هو كيجمع الأحاديث عن قلب هذه الدارجة كان كيجمع الأحاديث قد نحاول نعود لكم هذه القصة اللي هي حقيقية بالدارجة إن شاء الله هذا السيد هاجر لواحد البلد ما عنده تماحد يبحث أو لا طلبا في العلم وطلبا في البحث عن العلم يعني كيبغي يصحح الأحاديث يتأكد منها إلى آخره حيث هو ساهم في جمع الأحاديث هو خلق في 64 هجرية تتلمد على يد الشافعي إذن قلنا هاجر يذهب إلى واحد البلد من أجل طلب العلم ليس طلب العلم يعني كيقرأه إنما كيف يفتش على الأحاديث كيجمع الأحاديث من الذي وصل لذلك المدينة أدن عليه العشام شاء صلاف واحد الجمع من الذي صلاف الجمع وبغي نعس ما حيث ما عنده فينا غير يمشي بغي نعس كيجرع لي الحارس قالوا الله لاوالو ممنوع تنعساني أو أعطي الله كيجرع لي الحارس قالوا غير بعض الساعات قالوا لاوالو مكان شغل خرج من السكين وقف عثبت الباب قال دعم أغنعساني خرج ذلك العساس وجرع ليه من تمام وبقى في الشارع واحد السيد كان عنده تمام المخبازة يعني كيبيع الخبز يعني كيجن شاهدوا قالوا يالله تمشي معايا من ليه مشى مع هذك السيد مشى مع أحمد بن حانبال ضيفه قالوا مرحبا ما عندك حد قالوا ما عندي حد نجيت هنا يكدر ما بغاش يقول له أنا أحمد بن حانبال حيثش هو علم مشهور معروف إذا قل ليهم أنا أحمد بن حانبال يتهلوا فيه إلى آخر هو ما بغاش يبين ما بغاش في حاله إذا ما يتكبر ولا يبن عليهم ولا لا هو يعتبر رأسه إنسان عادي مواطن بسيط مش هذك ضيفه بقمع أحمد بن حانبال ويرضله كيشوف ذك السيد كيستغفر بزاف كييدعي الله كيستغفر 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 ما كي عياشي ما كيسكوتش سقسه أحمد بن حانبال قالوا أجن سقسك شحاله انتك تستغفر بها الطريقة قالوا من زمان قالوا وش مكت عياشي قالوا لما كان عياشي أنا هذي هي طبيعتي يعني ما ولفت صفي هذا حق لي قالوا حسنا فماذا وجدت من طمرتي هذا الاستغفار شنو استفدت من هذي الاستغفار دهي منك تستغفر شنو جنيت منه أي واحد كتلقاك استغفار ممكن تحقق لي شيء أمني شيء حاجة قالوا سبحان الله بفضل الاستغفار أي دعوة دعوت الله إلا واستجاب الله لي قالوا أي دعوة دعيتها من الله سبحانه وتعالى إلا واستجاب لي هذا الدعاء قالوا مزيان كيستجبلك الله أي حاجة قالوا أي حاجة كيستجبها لله كيستجبها لله إلا دعوة واحدة ما زلت أنتظرها قالوا فما هي هذه الدعوة قال أريد أن ألتقي بأحمد بن حنبل شوف الدعوة دياله حيتاش أحمد بن حنبل هو كان معروف ده بشحال هذه كانوا العلماء كي يكسبوك سوبا إلى آخرين ولكن مش معروفين في حال ده بس صور تكنولوجيا يعني إنسان معروف كيستجبه بسمية وصفية إذا قالوا أنا أحمد بن حنبل ستعرفه وما قال لك شي لا يمكن أن تحكم عليه لا يمكن أن تعرفه قالوا أنا أحمد بن حنبل آتاني الله آتا بي الله زي ما يجروني ساعة قالوا أنا أحمد بن حنبل جاب لي الحارس كي يجرني لأجل أن آتي إليك سبحان الله شوف ربي خرجني من الجامعة وجبني احتل هنا لكي يستجاب لدعواتك شوف سبحان الله إنسان عنده واحد أمني يحققها الله بفضغي الاستغفاء فلذلك يجب أن نستغفر الله يجب أن نحمد الله على كل شي يجب أن نحمد الله على كل النعم التي نتقلب فيها رأى إنسان ما يعرف النعمة ما يعرف النعمة للحاجة حتى كيف قدها عاد ويعرف القيمة ديالها رأى النعم ديالله سبحانه وتعالى كثيرة لا تعد ولا تحصى كما يقول الله سبحانه وتعالى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إنسان دايما يخصو يحمد الله ويستغفر الله وكين الأدعية كثيرة إنسان يدعي 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 الله سبحانه وتعالى وديما كين آمال إنسان ما يفشل شي إنسان ما يطراجع شي ما يستسلم شي دايما أحسن الطلب دايما إنسان يطلب الله سبحانه وتعالى ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله يجعل له ما خرجه تبارك الله عليكم شكرا على استماعكم واسلام عليكم محمد الله وبركاته